عندما تكون العملية السياسية غير محكومة بقوانين أو ثوابت أو دستور فمن المؤكد أنها ستخضع إلى الأمزجة وبالتالي التوافق على المصالح بما تقرره هذه الأمزجة وهذا التصرف أو هذه السلوكيات يكون أوهن من بيت العنكبوت لأن أي رياح قادمة ستقتلع هذه التكويلات من الجذور ويبقى سؤال كبير طرحناه على مدى سنوات طويلة لماذا هذه القوى السياسية ومع تجربة هذه السياسات ما زالت تصر عليها هل لأن أصحابها وقادتها ما زالوا مراهقون سياسيون لا يفقهون العمل في الميدان السياسي أم أن أجنداتهم هي أجندات تخريبية مكلفون للأداء بهذا الدور أم أن التنوع المذهبي والأقليمي والعرق في العراق يدفعهم لمثل هذه السياسات ومهما كانت الأسباب ومهما كانت الشماعات والأعذار التي تقدم من هنا وهناك فهي سياسة فجور وهي سياسة انتحار وهي سياسة تركت وراءها شعبا تدور جوعا برغم الميزانيات والأموال الضخمة ولذلك عند أي نقطة من الاختلاف بين هذه القوى بغض النظر عن القضية التي يختلفونها تتفجر أزمة وأزمة من نوع خطير تصل لحد التهديد والوعيد أو حتى التلويح باستخدام السلاح وقد يصل الأمر إلى السب والشتم على الهواء مباشرة ولكن كل هذا الذي يحصل أين وصلحت الوطن مما يجري ولماذا هذه القوى دائما تستحذر مصالحها وتكون هذه المصالح مقدسة وعلينا أن نكون تلاميذ صاغرين نقبل بما يقوله هذه هؤلاء الساسة وهؤلاء القادة وكأننا ما زدنا في رياض الأطفال لا نعرف أين مصالحنا ولا ندرك أين مصالح الوطن ولذلك هذه السياسات عندما تراكمت وعندما استنزفت شعبا اليوم الشعب يقول كلمته ولجح نجاحا كبيرا في أنه قطع أشواطا في أن يصل إلى مطالبه استقالت الحكومة وذهب سانت ليغو إلى الجحيم وظل يبكي أطفال سانت ليغو وذهبنا إلى مفوضية جديدة وذهب المتحاصسون إلى جحيم وإلى جهنم واليوم نبحث في البدائل قد نشكل اعتراضات هنا أو هناك ولكن القراءات الحقيقية والأولية للمشهد تقول الشعب هو الذي يقرر اليوم لماذا دائما تتنكرون لهذا الصوت إلى الحد الذي تشعرون بالإشمئزاز أن هذا الشعب أدرك منطق اللعبة وتستكثرون أن تقولوا هذا صوت الشعب فمرة تقولون أجندات ومرة تقولون جوكر ومرة يطلع أرجنتيني ومرة يسولون منغوليين ومرة يسولون مدرمنيين أخوان الشعب مصدر السلطات ولا يمكن لكم ومهما كثرت أسلحتكم ومهما وقف معكم الخائبون في الخارج فبالتالي أنتم أبناء هذا الوطن عودوا إلى رجدكم وتعاملوا وتصالحوا مع شعبكم فبالتالي للشعب كلمة وعندما يقولها وقد قالها عليكم أن تقفوا صاغرين في حضرة هذا الشعب لأنكم وظيفتكم أن تخدموا هذا الشعب